قناصة ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية في تعز صباح اليوم المواطنة شفا فرحان وقال شهود عيان إن قناصة الميليشيا الحوثية المتمركزة في تبة حميد شمال المدينة استهدف المواطنة شفا أثناء خروجها من منزلها المحاصر لجلب الماء مشيرين إلى توقف صهاريج نقل المياه عن الوصول إلى المنطقة خوفا من قناصة الميليشيا الحوثية ونقلت شفا بعد إصابتها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث خضعت لعمليات جراحية عاجلة بخسب مصدر طبي والله في تمام التاسعة صباحا في يومنا هذا تم قنص الوالدة شفا فرحان في منطقة عصيفرة المقوات وهي تنقل الماء من قناصها القناص في تبة حميد المطل على مقوة عصيفرة بعد تم إسعافها إلى مستشفى الروضة هذا ما يدل على إقرام الميليشيا الحوثية على الأطفال والنساء وكبارس